موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم علماء من حضر موت العالم الذي يراد الحديث عنه في هذه الحلقة هو العلامة القاضي محمد بن عمر بن سالم بن سعيد العماري المذكور من مواليد مدينة الشحر في سنة ألف وثلاثمائة للهجرة تعلمت الكتابة والقراءة والقرآن والتجويد على يد عمه الشيخ أحمد بن سالم العماري ثم شد رحله مهاجرا إلى سيئون ليتلقى العلم هناك في رباط الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي وفور وصوله إلى ذاكم الرباط أدخل على شيخ الرباط فقرأ عليه آيات من القرآن فأثنى على قراءته ودعا له بتيسير طلب العلم فبدأ يطلب العلم في ذلكم الرباط وكان أول شيوخه فيه هو العلامة محمد بن سعيد باطوح تلميذ الإمام الحبشي وهو عالم فريد من نوعه فمكث في ذلكم الرباط عشر سنوات يتلقى العلم عن شيوخه وبالأخص الشيخ محمد باطوح المذكور وبعد هذه الرحلة التي دامت عشرة أعوام عاد إلى الشهر فولي القضاء بعد عودته في سنة 1337 من الهجرة وجلس قاضيا يحكم بالعدل عشرين عاما إلى أن حصلت بعض التدخلات في الأحكام القضائية من قبل الدولة ومن قبل السلطة فاستقال من القضاء تاركا له معتكفا في المساجد يتردد عليها معلما وواعظا فيها ثم بعد ذلك عهد إليه السلطان غالب أو السلطان صالح ابن غالب القعيطي بأن يفتح أول محكمة في المشقاص وهي المنطقة الشرقية بالنسبة للشحر وألح عليه فقبل العرض بشرط عدم تدخل السلطنة في شؤون القضاء وذهب قاضيا في المشقاص وخطيبا لجامع منطقة قصيعر ثم ولي القضاء في الديس الشرقية لاثني عشر عاما وكان حينها في الديس الخطيب والقاضي والواعظ والمصلح الاجتماعي والموجه للشباب هناك فأنشأ ناديا يسمى بنادي الإخاء والتعاون والتف حوله كثير من الشباب فكان يدربهم ويعلمهم على إلقاء الخطب في المناسبات والاحتفالات الاجتماعية والدينية وكان لهم كالأبي لأولاده ظهرت بصماته في تلك المناطق واضحة جلية وكان صديقا للكتاب يروي له يروي لي ابنه الشيخ أحمد ابن محمد العماري أن أباه كان صديقا للكتب فلا ينفك عن مطالعة الكتاب فهو متحقق بقول الشاعر وخير جليس في الزمان كتابه ويتضايق أشد المضايقة إذا جلس أحد عنده ولا حاجة له في مناقشة علمية أو سؤال فقهي فلا يرى إلا ماسكا كتاب مطالعا له وإذا ظهر كتاب في عالم الطباعة بادر مسرعا إلى شرائه ولما سمع قال ابنه كنا في الديس وسمع أن تفسير الإمام الآلوسي قد طبع فطلبه من الحجاز فجاء به الرسول في آخر الشهر لما استلم القاضي راتبه وكان راتب القاضي ثلاثين قرشا وثمن الكتاب ثمانية وعشرون قرشا قال فأخذ أبي راتبه وسلمه للرسول الذي أتى له بالكتاب وبقينا نأكل بالدين من أصحاب المتاجر هكذا العلماء لا يقدمون على الكتاب شيء وإن لهم قصصا مثيرة مع الكتب فألذوا نزهة عالم في كتبه وأمتع الأوقات للعالم إنما هو عندما يجلس في مكتبته بين كتبه وبين أوراقه ولذلكم تاريخ عريض العلماء والكتب فمنهم من يموت تحت أنقاضها كما حصل ذلكم للجاحظ فقد دخل مكتبة كبيرة وأراد استخراج كتاب من أسفل الكتب فإذا بالكتب تسقط عليه وتكون سببا لموته ومنهم من يولد تحتها كالإمام الصيوطي فقد طلب أبوه من أمه أن تحضر له كتابا فذهبت تبحث له بين ثنايا الكتب فولدت أخذها المخاض فولدت عندها عند الكتب فسمي بابن الكتب ولا عجب ولا غر أن يؤلف بعد أن شب سبعمائة كتاب هذا هو القاضي العماري وتلك هي قصته مع الكتب فكان صديقا للكتاب للشيخ محمد العماري مجموعة من الكتب ألفها منها كتاب يسمى ببغية المسترشد في واقعة المسجد وسبب تعليفه لهذا الكتاب أنه دخل إلى الجامع الكبير بمدينة الشحر فوجد في الجامع أو في جدرانه صورا معلقة وتلك الصور تسمى بالحجات فقد كان قديما من يذهب ليحج عن غيره واستؤجر لهذه المهمة عندما يقدم من الحج يؤطى له صورة للحرمين الشريفين هذه الصورة تسمى بالحجة والاسم على حذف مضاف أي دليل الحجة فكان العوام يعلقون تلك الصور في المساجد لما دخل إلى الجامع وجد الصور معلقة في جدرانه فأخذها كلها ومزقها فلامه الحاضرون وأخذ الغائبون عن ما حدث أيضا يوجهون سهام اللوم للشيخ فألف كتابه هذا بغية المسترشد في واقعة المسجد وخلص فيه إلى أنه لا يجوز تعليق مثل هذه الصور في المساجد لأنها تلهي المصلي كيف لا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى أمام ثوب أو صلى وأمامه ثوب فيه صور قال لقد ألهتني أعلام هذه أعود معكم بعد هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من سيرة شيخ مشايخنا سأعود معكم بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من سيرة الإمام محمد بن عمر العماري العماري وقد كنا بصدد الحديث عن مؤلفاته وذكرنا من كتبه التي ألفها رسالة تسمى ببغية المسترشد في واقعة المسجد ومن مؤلفاته أيضا كتاب مبحث المبحث فقد رد فيه على كتاب ألفه السلطان صالح بن غالب القعيطي يتحدد فيه عن العمل بحديث الآحاد إلا أن للشيخ محمد ولغيره من العلماء على هذا الكتاب عدد من الملاحظات فكتب كتابه هذا مبحث المبحث ليرد فيه على السلطان صالح كتابه ومن مؤلفاته أيضا كتاب دق المسمار على متخذي الطار وأنكر في ذلك الكتاب ضرب الطار في المساجد وقد قرضه القاضي الشيخ عبد الله ابن عوض بكير من مؤلفاته أيضا تنبيه الغافل وهو كتاب ألفه في الوعظ وفي الإرشاد وفي الإرشاد كما أن له ردود على القاضي على القاضي أحمد بن عوض المصلي فكان يترادان في كثير في كثير من المسائل تلك كتب بل وغيرها ألفها هذا العالم من كتبه كتب أرأت النور فظهرت في عالم الطباعة ومنها كتب لا زالت رهن الجماطر فنسأل الله أن يهيئ طباعتها والفقيه الشيخ محمد فقيه لو ذعي جهبذ ذكي له عدد من المواقف تنبئ عن مدى ما لهذا العالم من دقة خصوصا في ما يتعلق بالأحكام الفقهية والدعاوى القضائية مما يخبروني به ابنه أن بعضهم كتب دعوة وقدمها للقاضي والدعوة كانت على ميت أو كانت على وارث والمدعي له عند مورث هذا الوارث أي الميت الذي ورثه هذا الوارث له عليه دين فكتب دعوة على الوارث يطالب من خلالها بإيفاء ما له من ديون على مورثه فرد تلك الدعوة وقال الدعوة غير مقبولة قال فسئل بعد ذلك لما رددت الدعوة ومما يذكره الفقهاء أن الدعوة القضائية إذا خلت عن شرط من الشروط التي يجب مراعاتها فيها يردها القاضي ولا يقبلها بل يقول للمدعي أصلح دعواك فسئل لما رددت هذه الدعوة على صاحبها المدعي فأجاب أنه لم يقل في دعواه وبيده من تريكة الميت ما يفي بحقه فكان واجبا ولزاما عليه حينما يدعي على وارث أن يذكر هذه العبارة لأن الدعوة على الوارث ليس الدعوة على الميت ولا يدعى على الوارث في دين على الميت إلا إذا كان حاجزا التريكة بيده فوجب في مثل هذه الدعوة أن تكتب هذه العبارة لذا ردها القاضي العماري وقال كان من واجبه أن يكتب وبيده من تريكة الميت ما يفي بحقه ومن مواقفه أيضا أنه رأى مرة وكالة كتبها بعضهم وكان من ضمن تلكم الوكالة عبارة تقول وأذنت له أن يوكل من شاء وأن يستنيب من شاء فقال للكاتب أكتب وأذنت له أن يوكل عن نفسه من شاء وأن يستنيب عن نفسه من شاء فما الفرق يا ترى بين العبارتين إن الفرق بينهما يترتب عندما يعزل الموكل وكيله هل ينعزل وكيل الوكيل أو لا ينعزل فإذا قال له أذنت له أن يوكل عن نفسه من شاء فعزل الموكل وكيله بمجرد عزل الوكيل ينعزل وكيل الوكيل أما إذا قال وأذنت له أن يوكل من شاء وأن يستنيب من شاء فإذا عزل الموكل وكيله يحتاج إلى أن يعزل موكل الوكيل لأن موكل الوكيل إنما هو وكيل عن الموكل نفسه لا عن الوكيل فهذه العبارة مخلصة لعدم الحاجة إلى عزل وكيل الوكيل فبمجرد أن يعزل الوكيل ينعزل كل ينعزل كل فروعه ونص على ذلك ابن حجر في التحفة والإمام النووي في متن المنهاج من مواقفه أيضا حادثة حصلت في إثبات هلال العيد فقد أعلنت العيد في ساحل حضر موت وكان الشيخ محمد وهذه الحادثة وقعت إنما بعد خروجه من القضاء قد رأى الهلال في اليوم في يوم التاسع والعشرين من رمضان في جهة المشرك والمقرر في علم الفجه تبعا لما يقوله الفلكيون من أن الهلال إذا رؤي بالمشرك استحالت رؤيته بالمغرب فلا يمكن أن يرى في الشرق وفي الغرب في طرفي النهار لا يمكن أن يرى في الشرق بعد الفجر وفي الغرب بعد المغرب إذن إذا رؤية الهلال صبيحة التاسع والعشرين من شهر رمضان في جهة المشرك لا تقبل رؤية الشاهد عندما يأتي ليشهد أنه رأى الهلال في جهة المغرب وكان هو قد رأى الهلال في تلك الليلة فبينما كان مؤكدا لحكمه في استحالة الرؤية وعدم قبولها فوجئ بأن السلطة تعلن هلال العيد فأتاه العلماء وطلبة العلم فقال له ماذا تعمل يا شيخ فقال أما أنا فسأصوم غدا لأن رؤية الهلال عندي مستحيلة فقال أما أنا فسأصوم غدا وسأخرج إلى الجامع لأصلي صلاة العيد وهذا هو تصرف العالم العاقل إنه سيعمل بعلمه في المقابل لا يريد أن يشوش على الناس أمر صيامهم وأمر عيدهم فسيمالئهم ويوافقهم ويظهر أنه معيدا معهم لكنه في المقابل سيصوم غدا فقال المجتمعون عنده سنفعل مثل ما تفعل يا شيخ لكنه أخذ بعد ذلك يتواصل مع السلطات القضائية فإذا بما يسمى في حينها بالمطبل يطبل ليعلن للناس أن غدا إكمال رمضان ثلاثين يوما فاستطاع بعلمه وبعقله أن يجنع السلطات في أن تتراجع عن ما سبق من إعلان لها بإنهاء رمضان وإثبات هلال العيد طبعا لا يجتمع أو لا يرى الهلال طرفي النهار في المشرق وفي المغرب ويستثنى أيام يمكن أن يرى فيها في طرفي النهار وهي الأيام التي تسمى بأيام غاية طول النهار من ستة يونيو إلى ثمانية يوليو من ستة ستة إلى ثمانية سبعة تقريبا اثنين وثلاثين يوما أو ثلاثا وثلاثين يوما يمكن أن يرى في هذه الفترة وهي الأيام التي يطول النهار فيها ممكن أن يرى بعد الفجر في المشرق وبعد المغرب في المغرب للشيخ محمد ابن عمر العماري عدد من التلاميذ وكل من استفاد منه يعتبر تلميذا وطالبا له لكن أولاده كانوا أيضا من تلاميذه فأنجب أولادا نجباء علماء فمنهم من كان نائبا في شبام وفي الشحر وفي عدد من المناطق وظهرت على يديه إصلاحات منها إنشاء المشفى بشبام أو بدوعا وإنشاء المشفى بالشحر أيضا وهو النائب علي ابن محمد ومنهم القاضي عبدالقادر ابن محمد فقد تولى القضاءة في الشحر وفي عدد من مناطق ساحل حضرموت أو من مناطق الخاضعة تحت سيطرة الدولة القعيطية ومنهم الشيخنا الشيخ أحمد فقد كان محررا للوثائق في المحاكم ومنهم الشيخ عمر وكلهم من الخيرين نسأل الله أن يغفر لهم ولأبيهم وأن يرحمهم جميعا وأن ينفعنا بعلوم الإمام القاضي محمد بن عمر العمار كانت وفاته في عام 1391 من الهجرة عن عمر ناهز التسعين عاما فقد طال عمره وحسن عمله فحاز الخيرية قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله أسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم علماء من حضر موت لتتشرف لساني وتتشن فآذانكم للسماع السيرة عطرة لعالم آخر من علماء حضر موت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة